النهاردة دار حوار تاريخي ما بين دكتور علي عبدالعال والمهانس عاصم الجزار وزير الإسكان في مجلس النواب كل زميل الصحفيين اللي بيغطوا البرلمان يعني خرجوا بيأكدوا الواقع اللي حصلت بمفرداته بيقولوا يا سادة الوزير ايه حجم البنى اللي من غير ترخيص ده هو فيه مبنى بيطلع فا 24 ساعة وبعدين إذا كان المبنى بيأخد أيام عشان يطلع يعني الناس فين بقى قال له يا فندم ده تراكم فساد تراكم فساد سنوات طويلة اللي جاية صالح ده باني حطت إيده وضع يد على أرض من 10-15 سنة واللي باني من غير ترخيص باني من 10-15 سنة وما يملكش الأرض مش بتاعت وسرقها فوزير الإسكان قال له فساد كان طويل تشابكات كبيرة الدكتور علي عبد العالي قال له ايه؟ يعني الحكومات اللي قبل العصر ده ما فكرتش تفتح الملفات دي حوار ده تاريخي الحوار ده هتلاقوه في مضبطة مجلس النواب فاتح الملفات اللي احنا بنفتحها لمن دول شائق جدا وأمر شاق جدا وسلوكيات يعني أصبح عرفا متبعا نتيجة مراكس كوه الدكتور علي العالي بيقول له كمان ايه؟ ده كانوا أحيانا يفتحوا التصالح قبل الانتخابات لا احنا عاملين قانون وقانون ملزم وعملين إزالات وكل محافظة عندها تقرير بالإزالات اللي عندها بتنضف البلد بتنضف بجد أنا بحيي الدكتور علي عبد العالي على يعني كلماته النهاردة اللي أعتقد أنها لازم نشوفها يعني لازم الأمانة العامة للمجلس النواب تطلع لنا الفيديو بتاع الدكتور علي عبد العالي اللي قال في هذا الكلام